وقال الرئيس السيسي أنه تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية لما لها من تأثيرات على العالم كما أكد الرئيس السيسي أنه تم التوافق خلال المباحثات على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونا بشأن ملء وتشغيل السد الحقيقة كمان كان فيه توافق في الموضعات ذات الاهتمام المشترك متفقين على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وأيضا أهمية إيجاد حل سياسي للقضية أو للنزاع الروسي الأوكراني لما ليه من تأثيرات على العالم كله أيضا توافقنا على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الأسيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد واسمح لي أنا فخامة الرئيس أن أنا أسجل تهنئتي لكم على وتوقيعكم اتفاقية مع أكرجستان بشأن موضوع مماثل كده ترجمة نانسي قنقر